السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأفاضل أساد الأسادس الأجلاء في جروب عشاق النهل العربي الكرام حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير وكل ما نتحدث معكم دوما نقول لكم كل عام وكل يوم وكل لحظة وأنتم بخير في ربوع وطن العربي الحبيب وفي كل بقاء الأرض ندوا الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير على الجميع إخواني الأفاضل نحن اليوم اليوم الخميس العاشر من شهر شباط فبراير 2022 وهذا اليوم أو هذه التواريخ أو الأيام هي تعني لنا الكثير والكثير كمربي نحل فالعمل في النحل هو عبارة عن موقيت هو عبارة عن مؤثرات هو عبارة عن تقديم العمل المناسب في الوقت المناسب فلذلك ارتعينا أن نتحدث اليوم وبهذا التاريخ بالذات في موضوع بعنوان ماذا يفعل النحال الآن أو ما هو دور النحال الآن تجاه نحله في هذا التاريخ بالذات حياكم الله وبرك الله فيكم طبعا نتقدم بالشكر إلى الأخوة السادة الأفاضل المضراء والمشرفين أخونا أبارة بالجراح يا الله وأخونا الأخ الأستاذ علي الخصونا وكافة الإخوة الشكر موصول لكافة الإخوة هنا من مبتدئ من محترف كلكم لكم الاحترام والتقديم طيب أخونا الأفاضل عندما نتحدث الآن في موضوع تاريخ 10-02-2022 نجد أنفسنا أمام محورين هامين المحور الأول هو محور العوامل الجوية والمحور الثاني هو محور المناحي طيب ما هي العوامل الجوية الآن ولماذا كلما نتحدث دوما نتحدث عن العوامل الجوية لأن نشاط النحل هو مرتبط بالعوامل الجوية ومرتبط بالمؤثرات الجوية طيب نحن الآن أمام شتاء يختلف عن شتاء خمسة أو سبعة سنوات سابقة شتاء عام 21-22 يختلف منذ عام 2015 تقريبا أو 2016 لم تمر علينا في الوطن العربي شتاء مثل هذه الشتاء الموجات البرد القارصة وتساقط الثلوج وانخفاض في درجات الحرارة فبكل تأكيد هذا الشتاء يختلف وإحداثياته تختلف تماما وطالما أن هذا الشتاء يختلف تماما في مؤثراته إذن أيضا الأعمال ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة يعني مثلا في الأعوام السابقة كنا في مثل هذه الأيام نحث النحالين الإخوة ومربيع النحل على بداية التحفيز بداية تقديم المحلول السكري بداية الانطلاق الربعية تقديم محلول السكري كميات قليلة في فترات متقاربة زيارات متقاربة إلى منحلهم لكن في هذه السنة نرى أن الموضوع يحتاج تأجيل نوعا ما خاصة المناطق البردة لا داعي أن نقدم موضوع تحفيز أو نذكر في موضوع تحفيز أو تربية ملكات أو تربية زكور أو كذا فبالتالي لا تدني درجات الحرارة ووجود المنخفضات وما ذلنا من الأمس إلى اليوم الأمطار تتساقط في الأردن والحمد لله ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون سقية رحمة لنا جميع فبالتالي أخوان الأفاضل يكون هناك تروي بناء على المؤثرات الجوية بناء تروي فيها منبشة على الخلايا تروي في عدم التسرع في رفع التشتية أو تخفيف الأغطية على الخلايا كل تدبير الشتاء لابد نبقى ملتزمين بها إلى أن نشعر باعتدال درجات الحرارة ونرى النحل استشعر تماماً أن هناك درجات حرارة معتدلة ولديه القدرة على السروح فبالتالي نبدأ نحن ننشط مع نشاط النحل ومن خلال الرؤية والاستقراء لخبرة سنوات طويلة في المناخ والمؤثرات الجوية نرى إن شاء الله أن هذه السنة ستكون سنة خير استطالة الشتاء فيها وتساقطات المطرية القوية الجيدة الغذيرة وتساقط الثلوج أيضاً هذا له منافع كبير جداً على جانب الغطاء النباتي لأنه هذا يشعر الغطاء النباتي أو النباتات بفترة الراحة وخاصة النباتات التي تمر في فترة الراحة وكثير منها تمر أغلبها إلى أشجار المعمرة أشجار الفواكه كذا هذه تمر في فترة راحة طبعاً أخونا الأفاضل فترة الراحة لابد أن يتمتع بها الكائن الحي سواء كان من نبات أو حيوان أو حشرة مرور الكائن الحي بفترة راحة أو بفترة ثبات أو بفترة عدم نشاط هذه تجعله أو تكون لديه دافع قوي في بداية اعتدال الأجواء فما ذلنا لحد الآن لم نرى أصار اللوزيات مزرة إلا في بعض المناطق في الوطن العربي كذلك العناب التي نتوت كل هذه الأمور ليش؟ لأنها تستشعر تماماً أن الأجواء ليست مناسبة كذلك النحل يستشعر أن الأجواء ليست مناسبة فبالتالي يكون لديه انطلاقة ربعية جيدة أفضل من العام وما قبله لا لا بدي شيئاً يا ناس شمستهلة يعني طبعاً أخواني الأفضل بناءنا على الاستقراءات والخبرة في المناخ والتعامل مع المناخ من خلال سنوات طويلة واضح أن هذه السنة إن شاء الله ستكون سنة خير لأنه مرور النباتات أو الغطاء النباتي أو تعرضه لشتاء طويل وشتاء غذير وتساقف الثلوج جيدة والحمد لله هذه هي تشعر النبات بفترة الراحة أو فترة السبات أو فترة عدم النشاط وكذلك النحل فبالتالي عند اعتدال الأجواء في الأيام القادمة إن شاء الله وهي ليست ببعيدة بل هي كاد يفصل معناها أسبوع عشرة أيام سنجد إن شاء الله انطلاقة ربعية جيدة على النحل على النباتات فهنا يبدأ النحال في العمل الجد ضمن خطة ممنهجة معاقلة خطة علمية تتناسب مع تربية النحل وإدارة المناحل طيب ننتقل إلى محور آخر وهو محور رؤية الوضع العام على المناحل في الوطن العربي إلى خلال العام المنصرم اللي هو عام 2021 طبعا أخوان الأفاضل العام الذي يسبق يكون دافع للعام الذي يليه الاستعدادات التي يقوم بها النحال في العام السابق خاصة في خريف العام السابق أو العام المنصرم تكون دافع للانطلاق الربيعي الجديد أو للسنة النحلية الجديدة فبالتالي عندما ننظر بنظرة عامة على مناحل الوطن العربي نجد أن 2021 يختلف تماما عن السنوات السابقة نلاحظ أن هناك انتكاسات تراجع في الكثفة النحلية فاقد في الخلايا بنسبة مرتفعة في بعض البلدان تصل نسبة الفاقد فيها 40-50-60% بعض البلدان 20-25% أمور كثيرة جدا لاحظنا تواجدها في المناحل في الوطن العربي في خلال الربع الأخير من 2021 وهذا يتطلب مننا انتباه والتفاتة حتى نتمكن من تعويض ما حدث فاقده سواء كان بجهلة أو تجاهل من الأخير النحال أو كان بسبب من ضمن المؤثرات الطبيعية فيها المناخ أو فيها الغطاء النباتي فلابد دوما أننا نكون حارسين نحاول نعوض ما فاتنا من هذا الأمر فإذن وضع المناحل في هذا الوقت أو في الربع الأخير من 2021 فعلا وضع ليس كما كان عليه من قبل أو بالأحرى وضع لا يصر للخطر طيب ننتقل إلى دور النحال الآن هو ما يتطلب منه في الوقت الحالي تجاه منحله سواء كان لديه انتكاسة في منحله لديه فقد بنسبة كبيرة لديه ما لديه لا يستسلم للوقت إلى الوضع الحالي بل عليه أن يبدأ خطة حتى يعوض ما فاته أول شيء يقوم بالأخ النحال هو عملية حصر عام للمنحل وتصنيف الخلايا مثلا نحال كان لديه مائة خلية أو كان في الخريفة عدد الخلايا عنده مائة خلية الآن بعد خروجه من الشتاء أو أصبح على أبواب الاعتدال الربيعي أو الاعتدال الحراري أصبح لديه الآن مثلا سبعين خلية أو ستين خلية يقوم بحصرها تماماً والكشف عليها السريع طبعاً لأنه مذلت الأجواء باردة خاصة في بلاد الشام وبعض البلدان الأخرى الكشف السريع وتحديد وتدوين معطياتها كاملة الكثافة النحلية كل سلوك أو كل ظاهرة لابد أن يكون لها حل ولابد أن يكون لها تفكير في عدم تكرارها فوضع الحلول لهكذا أمور أو لهكذا ظاهرة أو ظواهر هذا يعني تلاشي هذه الظاهرة فيما بعد يعني زيادة الإيجابيات أو زيادة الإيجابيات هو يعني التقليل من السلبية كلما أضيف إيجابية أقلل سلبية في منحلي طيب أول شيء الخلايا التي انهارت ونزلت الكثافة النحلية الموجودة فيها هذه الخلايا كلها تدون أقول مثلاً أنا عندي عشر خلايا عشرين خلايا تعثرت نزلة الكثافة فيها هذه تدون ويتم تجهيز ملكات لها في أول فرصة تسمح بتربية الملكات عندي مثلاً عشرين تلاتين أربعين خلية نزلت الكثافة النحلية كانت دخلت الشتاء بعشرة أقراص ألا أن هي أصبحت قرصين أو ثلاثة أقراص إذن هذه الخلية أو هذه الملكة أو هذه الطائفة لا تتحمل البرد لا تدبر أمورها في البرد إذن هذه الملكات تستأصل هذه الدفعة الأولى في التغيير أول عمل يسجل الأخ النحال يقول مثلاً أنا عندي ثلاثين ملكة تحتاج إلى تغيير ليش؟ لأن هذه الملكة أداءها في فترة الشتاء كان ليس كما ينبغي وليست حسب الأصول عندي خمسين خلية أخرى ما شاء الله محافظة على كثافتها صحيح فيها نزول في الكثافة النحلية لكن ليست كقرنتها الأخرى التي انهارت ونزلت الكثافة النحلية تراجعت إلى ثلاث أقراص أو قرصين ونصف كذلك بالمقابل سجلنا الخلايا المتميزة وكل منحل يكون في خلايا متميزة فالخلايا المتميزة هي التي تكون مرشعة لعملية الاستكثار هذه نقطة طيب بعد التصنيف العام من حيث يسابط الفروة وتصنيف مستوى الخلايا أبدأ في إعداد أيضا لوازم المنحل أقوم بتجهيز كل اللوازم التي تلزمني الآن لأنني أنا على بواب انطلاق ربعية ولا يفصلني على الانطلاق الربعية إلا أيام ويكاد في بعض المناطق الإخوة بدأوا بها أيضا اللي هو عملية تحفيز النحل في النشاط الربيعي المناطق الدافئة بدأت الآن بدأت النحلين يشتغلوا فيها أما المناطق الباردة ما ذال الأمر على ما هو وننتظر إلى اعتدال الأجواء ممكن بعد سبوع عشرة أيام نبدأ في عملية التحفيز فلذلك أحضر لوازم من الآن أحتاج سنديق للتقسيم ماشي الحال أحتاج سكر ماشي الحال أحتاج مواد لمكافحة الفروة ماشي أحتاج شمع ماشي الحال أجاهز السنديق السنديق اللازمة أقوم بتعقيمها باللهب ويفضل لو تم تدوير خلايا المنحة الكاملة بتعقيمها باللهب وهذه لا تتطلب مني عدد كبير في السنديق ممكن خمسة سنديق عشرة سنديق أدور بها من خلال مئة سندوق ومعي فرد نار لهب أحرق الخلايا من الداخل للتعقيم وأدور النحل فيها طبعا هذا الأمر يكون في وقت دافي ما يكون في وقت البرد إذا وجدت الأجواء عندي اعتدلت واستقرت ممكن أبدأ بالعملية أما الآن في المناطق البردة لا نبش في الخلايا طبقا كما هي إلى حين اعتدال الأجواء فبالتالي جهزت سكر جهزت السنديق جهزت شامع جهزت عسلات جهزت إطارات جهزت ما يلزمني كامل للعمليات النحلية طيب بعد تجهيز اللوازم النحلية من جميع احتياجات المنحل أنتظر طبعا هو الانتظار لا يدوم طويلا أخواني لأفاضل هو خلال أسبوع إن شاء الله هيك التوقعات الجوية والعلم عند الله تقول أن هناك اعتدال في الأجواء وخاصة المناطق الباردة مثلا مثل بلاد الشام الاستقرارات أو التكهنات بالنسبة للتوقعات الجوية تقول درجة الحرارة تكون 17 18 20 المناطق الغورية تكون أكثر من 20 تكون 25 طبعا المناطق الغورية يختلف التعامل مع الخلايا عن المناطق اللي هي الشفة غورية أو في ضواحي عمان المناطق اللي هي بردة المناطق الغورية طبعا هو يبدأ الآن في التحفيز لا مشكلة عليه أما مناطق الشفة غورية طبعا نتحدث الآن على الأردن أو ضواحي عمان بجوار عمان هذه المناطق ما ذالت بردة نوعا ما ننتظر مثلا 10 أيام ثم نبدأ في بداية عملية التحفيز بداية عملية التحفيز هي عبارة عن تقديم تغذية سكرية قليلة في فترات متقاربة يعني لو أعطينا لكل خلية ربع لتر محلول سكري من نسبة واحد إلى واحد طبعا تغذية التحفيزية تكون ثقيلة نوعا ما لأنه مذلت الأجواء باردة والنحل لا يحتاج ماء ولا نريد إحداث رطوبة داخل الخلية فبالتالي يكون كيلو سكر يقابله لتر ماء مضاف عليه عصير ليمون طازج مفروم في الخلاط مع قطرات من خل التفاع خل العسل الخل الطبيعي ممكن من خمسة ميل لعشرة ميل على كل لتر محلول سكري ما في مشكلة أبدا يتم تقديمها كميات القليلة في فترات متقاربة بالنسبة للإخواء اللي وفيقي عنده خل العسل ما في مشكلة أبدا أنك أنت تقوم برش نحلك أثناء الترزية مرة أو مرتين بخل العسل خل العسل ممتاز يعني لو رشيت على كل خلية خمسة وعشرين ميل خل ممتاز جدا كتعقيم كتثبيت لنمو المقربات والجرافيم داخل الخلية هذا شيء ممتاز بإمكانك ترش الخل منفردا وبإمكانك ترش الخل ضمن محلول سكري طبعا رش الخل ضمن محلول سكري من نفس المحلول السكري الذي نقوم بتغزيته في موضوع التحفيز ما في مشكلة أبدا أبدا يكون أحسن وحسن إذا كان ضمن المحلول السكري حتى النحل يبدأ في لعق نفسه ويساهم أيضا في إسقاط فاروة ويشعر بالمحلول السكري ويقبل على التغزية أفضل مما لو كان بدون أي رش طبعا بالنسبة للتغزية أشارت إلى موضوع التغزية بالمحلول السكري ليش؟ لأنه موضوع العجينة الكاندي أصبحنا لسنا بحاجة لها الآن يعني خاصة أنه بدأت الأجواء تعتدل صحيح نحن الآن في منخفض لكن الأيام القادمة إن شاء الله ستكون معتدة لا فهد بالتالي لا نحتاج العجينة السكرية فنقدم المحلول السكري لكن ممكن نحتاج العجينة البروتينية إذا كانت المنطقة ما فيها مواد غبار طلع يكفي حاجة النحل وطبعا من النقاط الأساسية أن يكون النحل متتبع المواقع ويفترض أن يكون منحله الآن في منطقة بها غبار طلع لأن غبار طلع هو الأساس غبار طلع هو الأساس والعمود الفقري في بناء الخلية وفي تأسيسها وفي تأسيس جيل قوي المناعة النحل الذي يعتمد على التغذية منعته ضعيفة بكل تأكيد وهذا ما رأينا وما حدث بهذا العام الماضي أن هناك تراجع كثير قوي بالكثافة النحلية بسبب الضعف المناعة عند النحل نحل ليس شبعان بغبار طلع وليس مؤسس وطبعا المناعة أخواني إلى فاضل هي تبنى ولا تشترى المناعة تبنى وتبنى تراكميا وتحتاج سنوات يعني كل ما يكون عندك نحل قوي دوما مناعته قوية يتغذى غذاء طبيعي خاصة غبار الطلع تجد حتى الأجيال الناتجة منه هي أجيال جيدة ولديها مناعة قوية فبالتالي الغبار الطلع هو العمود الفقر فيها الخلية فيفترض أن تكون المناحل موجودة في أماكن بها غبار طلع وهذا ما نستشعره في بداية نشاط النحل نلاحظ الآن النحل يجلب غبار طلع فطالما النحل يجلب غبار طلع لسنا بحاجة لا عجينة بروتينية ولا عجينة سكرية لأن الأجواء بدأت في الاعتدال ليش؟ لأننا دخلنا مرحلة مرحلة التحفيز فبالتالي هنا يبدأ النحل في النشاط عملية التحفيز طيب إضافة أقرص شمع يا هل طرع أول شيء أضيف قرص أساس أو أضيف قرص مبني جاهز طبعا عندما أبدأ بالتحفيز أجد النحل بدأ في النشاط بدأت الملكة التتوسع في وضع البيض بدأت الكثافة النحلية تزداد فبالتالي هذه إشارات أنه النحل يحتاج شمع أو أقرص شمع جديدة طيب عندما أرى أنه بدأت الازدياد في الكثافة النحلية مثلا كانت الخلية خمسة أقراص وجدت الآن أن فيها نحل يغطي خمسة أقراص البعض يرشح أن أضيف أساس شمع جديد والبعض يرشح أن أضيف قرص شمع جاهز مبني من الأقراص التي تم الاحتفاظ بها من العام الماضي طبعا بداية في البداية لا نريد أن نجهد النحل كون النحل يعني مذال في المرحلة الأولى لا داعي لإجهاد النحل طيب لا داعي لإجهاد النحل إذن نقدم له قرص مبني جاهز من الأقراص التي تم الاحتفاظ بها يعني ننتقي الأقراص الجيدة البيضاء أو الصفراء ما في مشكلة التي تبتعد عن اللون الأسود ونعزلها على جانب وتكون هذه أول دفعة نقدمها للنحل طيب أشرت بالملف السابق قلت في البداية قدم قرص مبني ولا تقدم قرص أساس يكاد البعض يتساءل يقول أبوانس أنت دوما تقول تجديد شمع بيت التربية مهم نعم وما ذلت أصر أيضا على أن تجديد شمع بيت التربية مهم لكن الحالة التي أمامي الآن في المنحل بداية الانطلاق الربعية هل يوجد عندي جيش جديد هل يوجد عندي جيل جديد لحد الآن لم يفقس جيل جديد مذالت الملكة بدأت في وضع البيض ولدينا الآن حضنة مغلقة أو قسم من الحضنة فقس ولو كان لدي قسم من الحضنة الجديدة فقسط فهو كمية قليلة أمامها أعمال أخرى كثيرة في الخلية احتضان العناية باليرقات الجديدة بالحضنة الجديدة فبالتالي لديها ما يشغلها فأنا لا أريد أشغل هذا الجيل الأول ببناء الشمع الجيل الأول دعه ينشغل في تنمية الخلية وتطورها فعندما يكون تكون الطائفة لا تحتاج إلى البناء الشمعي ولا تشغل نفسها بالبناء الشمعي فتصب انتباهها واهتمامها في استقبال إذا كان هناك رحيق بسيط استقبال غبار الطلع ودك وتحويله لخبز النحل الاهتمام باليرقات أو بالحضنة فبالتالي هذا جانب من جانب تخفيف العب والجهد على الطائفة في بداية المشوار أما متى أقدم الأساس الجديد أقدم الأساس الجديد عندما أشعر أن هناك أكثر من جيل خرج وزادت الكثافة النحلية لأن الجيل القديم سينتهي نحل الخريف سينتهي مجرد ما يفقس الجيل الجديد نجد أن نلاحظ أن هناك نحل ميت في جوار المنحل أو أمام الخلايا وهذا الأمر لا يقلق لأن هذا النحل الخريف أو الشتاء انتهى عمره فهو بدأ يموت كي يحل محله الجيل أو الأجيال القادمة فإذن أخوانا الأفاضل لا داعي لإجهاد النحل في أول قفزة يبدأ في النشاط خليه يبدأ النشاط يستعدل بالشغل بعد ذلك نبدأ أساس جديد تكون المرحلة القادمة الثانية بعد إضافة القرص المبني جاهز المرحلة التي تليها نضع قرص الأساس طيب وين أضع قرص الأساس أضع قرص الأساس الجديد بين الحضنة المغلقة والحضنة المفتوح في منطقة تواجد النحل الفتي أصبحت الخلية أنمى الشطة إلى أسبوعين ثلاثة الخلية مازلت في مرحلة التنشيط وأقدم لها تغذية كل ثلاثة أيام كل أربعة أيام تزداد التغذية حسب الكثافة النحلية في البداية قلنا ربع لتر لكن ممكن تصل إلى نصف لتر وممكن تصل إلى لتر إذا كانت عندي الكثافة قوية عندي خلايا عشر أقراص وبدأت تصعد للأعلى فبالتالي كمية التغذية هي مقرونة بالكثافة النحلية ومقرونة بشغل النحل فهنا أتمكن بإضافة الأساس الشمع الجديد ونعود ونقول تجديد شمع بيت التربية شيء مهم جدا لصحة النحل الشمع القديم لونه أسود كثير ما به التساق بجلود الإنسلاخ من الإرقات التي مرت فيها أو الحضنة التي مرت من خلاله بأعداد كثيرة فأصبح لديها تضيق وهناك جرسيم وبكتيريا تكون أيضا بهذا الأمر فبالتالي التجديد يغنينا عن مشاكل هذه الأمور نلاحظ الشمع القديم تخرج الإرقات بحجم صغير تخرج الإرقات مصابة أو تخرج النحل مصابة من الحضنة ليش؟ لأن الشمع قديم أسود وهذا يعني يفترض أن لا يوجد داخل خلية النحل شمع أسود الشمع الأسود دوما يتم عملية صهره وتدويره والتخلص منه واستبداله بشمع جديد لاعتبرات كثيرة طيب بدأنا في إضافة الأساس الشمع الجديد وعرفنا أين نضع قرص الأساس الجديد نضعه بين الحضنة المغلقة ونضعه بين الحضنة المفتوحة طيب كم قرص أضيف؟ أضيف القرص حسب يعني متطلبات الكثافة النحلية يجب عند الإضافة إذا عندي خلية مثلا خمس أقراص يكون النحل يغطي ستة أقراص أو سبعة أقراص لا أضيف قرص حتى لا يظهر عندي قرص لا يشغله النحل أبدا هذه الظاهرة لا داعلة وتوجدها في المنحل خلية خمس أقراص يجب أن تكون خمس أقراص فعليا خلية عشرة تكون عشرة فعليا ليس كما نرى أقراص متناثرة النحل عليها مبعثر كثافة مبعثرة لا بد أن الكثافة تكون مغطية لأقراص أقرأ الشمع ما أشوف الشمع من النحل يكون النحل كثيف على الأقراص هذا القرص الذي نعتبره قرص نحل فبالتالي لا أضيف أقراص زيادة عن حاجة النحل طائفة تحتاج مني قرصين أساس جديد أضيف واحد من الشمال واحد من اليمين أيضا بين الحضنة المغلقة والحضنة المفتوحة لأن هذه الأماكن هي أماكن تواجد النحل النحل الفتي طبعا إحنا دخلنا في التغذية وقطعنا شغط فيها أسبوع أسبوعين ثلاثة بدأت الأجيال الجديدة تخرج عندما نشعر أن الأجيال الجديدة بدأت تخرج نبدأ في تربية الزكور لأنه أنا أمامي مهام المهام هنا هو تعويض ما فقدته كما قلت في البداية هناك مناحل فقدت 40% من قوتها هناك مناحل فقدت 60% أو 70% أو 20% أو 30% فأنا صار عندي فقدة بالسنة الماضية هذا الفقد لا بد أن أعوضه وهذا يعتبر ضمن التوسع الأثقي أو إعادة ما فقد أو تعويض ما فقد فبالتالي عندي خلايا مرشحة منتخبة جيدة أبدأ في تربية الزكور من خلال ملكات ممتازة تتميز بالسلوك الجيد السلوك الهدوء جماعة للعسل مقاومة للأمراض السلوك التنظيف السلوك الصحي التبكير في السروح التأخير في السروح لآخر لحظة الضوء هذه الخلايا كلها نكون مدونين معطياتها ونبدأ أن نربي منها ذكور كذلك خلايا الملكات أيضا لا بد أن تحمل هذه الصفات الجيدة الاهتمام بالذكور لا يقل أهمية عن الملكات الذكور هي الشق أساسي في التوريث تشكل 50% من التوريث والملكات أيضا تشكل 50% فبالتالي كما نهتم نقول نهتم بالملكات أيضا نهتم بالذكور طيب وكيفية ترلعيه إنتاج الزكور كيف ستكون طيب كيفية تحث الخلايا المنطقة أو المنتخبة على إنتاج الزكور أو كيفية توجيه الملكة إلى الحصول منها على بيض غير مخصب ينتج عنه ذكور طبعا ما هو الذكر هو الذكر عبارة عن حشرة كاملة من النحل أحادية الصبغات الوراثية يعني يحمل 16 كروموزوم معروف أن النحل يحمل 32 لديه 32 كروموزوم وكل كروموزوم عليه ألاف الجنات أما الذكور هي أحادية الصبغات الوراثية لديها 16 كروموزوم فقط فبالتالي النحل الذكر ناتج عن بيضة غير مخصبة طيب مصادرها من أين نحصل على البيضة الغير مخصب نحصل على البيضة الغير مخصب ممكن ملكات كبيرة في السن انتهى لديها النطاف وأصبح الطبيض حضنة الزكور وهذا للأسف الشديد البعض يتخلص منها نقول دوما يا أخوانا إذا كانت عندك ملكة جيدة وانتهت نطافها وبدأت طبيض بيت الزكور خليها اتركها طالما لديها رصيد ورافي جيد لا تتخلص منها خليها هاي الخلية يعني لديك العديد أو الكثير عفوا العديد من الخلايا أنت لست متوقف على خلية أو خليتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة اترك هذه الخلية خليها مزود لك في الزكور طيلة السنة إلى أن تنتهي إلى أن ينتهي أجلها لا تقتلها ولا تتخلص منها خليها هذا نوع ملكات انتهت نطافها هي يكون بيضها غير مخصب ينتج عنها الزكور المصدر الثاني من ملكات عذارة لديها رصيد ورافي جيد لم يحالفها الحظ في التلقيح أو أعيقت في التلقيح بأي سبب ما سواء تم تخديرها بغاز لمدة من خلال يومين تعرضها مرتين لهذا الغاز وطبعا ليس البعض يمتلك هذه الخاصية عنده أو هذه العملية لكن ممكن البعض لديه هذه الطريقة ممكن أنه بيخدر الملكة اليوم وأيضا بكرة يعيد يخدرها مرة ثانية فبعدها تبدأ الملكة في وضع البيض هذا البيض ناتج من ملكة غير ملقعة فبالتالي يكون ناتج منها بيض غير مخصب ينتج عنه زكور طبعا مع الاعتبار بالنسبة للرصيد الوراثي لهذه الملكة ومعرفة أمها وجدتها وأخالها وعمها وأبوها يعني لدينا مدونته عن هذه الملكة أنها جيدة وتصلح أن نربي منها زكور فإذن الزكور ناتجة من ملكة منتهية النطاف كبيرة السن أو ملكة لم تلقح أو أحدث لها إعاقة عن التلقيح أخرت عن التلقيح متعمدا ليس كمن يقول ذكور الأمهات الكاذبة ذكور الأمهات الكاذبة هي ناتجة عن عاملات لا نعرف مصدرها ولا نعرف عنها شيء صحيحية وراثية مكتملة لكن هل لديها رصيد وراثي؟ لكن كفائتها تختلف فيهل ترى نفضل ذكور ذات كفاءة جيدة في تلقيح ملكاتنا أو ذكور ضائلة في الكفاءة بكل تأكيد نفضل أن تتلقح هذه الملكات من ذكور جيدة معلومة المصدر معلومة الرصيد الوراثي حتى يكون لدينا في المستقبل ملكات منتخبة وأجيال أنسال النحل المتتالية تكون قوية وفيها نفس الصفات لأننا نكون رسخنا السلوك والأداء الجيد بهذه الأصول سواء كانت أصول الذكور أو أصول الملكات فإذن لا نتطرق لموضوع الزكور ناتجة عن أمات كاذبة كما يقول البعض يلقح أو ما يلقح نعم هو يلقح لكن كفاءة رديئة يعني بالبلدية عندك ملكة أصيلة أو فرسة أصيلة يا هل ترى تفضل حصان كديش يلقحها ولا تدور لها على حصان أصيل فرس أصيل بكل تأكيد بدور على فرس أصيل فبالتالي الأفضلية هنا في التلقيح تكون للذكور المنتخبة المنتقى والتي تم الاعتناء والرعاية بها في الطور اليرقي أيضا في طور الحظنة طيب ما ذلنا أيضا في إيجاد الذكور طيب لا يوجد لدي ملكة عذراء لم يحالف الحظ بالتلقيح ولا يوجد عندي ملكة كبيرة السن تميل إلى وضع البيض الغير مخصب ولا ملكة منتهية للنطاف أحصل منها على ذكور هل أقف متفرج وانتظر الذكور تأتي من الطبيعة من هنا من هنا من مصادر غير معلومة تشارك في التلقيح ملكاتي لا طبعا خلايا المنتقى نفسها اللي هي خلايا الأصول والخلايا التي لم يتم تقسيمها في المنحل طبعا لأن خلايا الذكور لا تقسم حتى لا تخرج الملكة وتلقح من أخاها أو أقاربها أو زواج الأقارب فالخلايا المخصصة للذكور لا تقسم في نفس المنحل نهائي هذه تبقى لأنتاج الزكور باجع على الخلية هذه الجيدة المنتخبة التي قررت أن أربي منها زكور أشوفها كم الكثفة النحلية فيها الآن والله فيها حوالي 8 أقراص أو فيها 10 برفع عنها قرصين أشعر النحل بالضغط والاكتصاص وأقدم لها قرص بداية أساس شمعي فيه وأضعه أيضا قريب من الوسط فيبدأ النحل بالبناء الشمعي ويبنيه بسودسيات تتناسب مع حجم حضنة الزكور ليش؟ لأنه أشعرت النحل بالاكتصاص النحل أصبح لديه الاستشعار بفكرة التطريب وفكرة التطريب قابل خروج الطرود بـ 15 يوماً تتوجه الطايفة لبناء حضنة الزكور البيض الغير مخصب فأنا أحاكي الطبيعة بهذا الأمر فعندما أقوم بضغط هذه الخلية وتقديم لها قرص 2 سنتي أساس فقط فيه أو 3 سنتي أساس بس النحل يكمل البناء هذا القرص يصير كله حضنة الزكور هذا يكفي لك مآت الخلايا طبعاً هذه الخلية مواصفاتها يكون فيها نحل فتي نحلها خالي من الأمراض خالي من المشاكل قليلة الإصابة بالفاروة قليلة الإصابة بالنزيمة لديها ما يكفيها من خبز النحل أيضاً لديها قرصين مثلاً على الأقل لديها ما يكفيها من العسل لأنه كما نهتم بخلية التربية في تربية الملكات نعتبر هذه أيضاً خلية تربية ثقور لا تقل عن خالية تربية الملكات أيضاً خلية تربية الملكات تحتاج من Ai что ли نحل فتي تحتاج تغزية تحتاج كثافة نحلية تحتاج إهتمام تحتاج خلية خالية من الأمراض خالية من السلوك الرديء أيضاً السلوك السيئ فإذاً بهاذه الطريقة نحصل على الزكور أيضاً منتخب تربية الزكور تسبق تربية الملكات باسبوعين على الأقل لأنه مدة حضنة الزكور تحتاج إلى 21 يوم ما يقابلها في الملكات 16 يوما النضج الزكري يحتاج مني من 10 إلى 12 يمكن يصل إلى 15 يوما النضج الملكة يحتاج مني إلى 5 أيام إلى 7 أيام فهناك في فوارق فإذن تربية الزكور تسبق تربية الملكات بأسبوعين بعد أسبوعين أنتقل إلى موضوع تربية الملكات إذن نبدأ الآن أيضا في تجهيز خلية لتربية الملكات نفس مواصفات خلية تربية الزكور بها كثافة نحلية عالية بها نحل فتي بها تغزية من التغزية البروتينية ممثلة في خبز النحل بها أقراص عسل أجعل هذه الخلية أيتمها أكون حضرت اليرقات من خلية منتخبة يتم نقل اليرقات ووضعها في الكويسات ونقل ووضع حامل الكويسات بالإطار بهذه الخلية كان فيها عشر أقراص نحل رفعت منها قرص ووضعت مكانه حامل الأقراص خلية عشر أقراص كم تخدم بيوت ملكية هل أضع فيها خمسين ستين بيت سبعين بيت لا طبعا أضع فيها في حدود ثلاثين بيت فقط سكنت الخلية طبق واحد تسعة أقراص عشرة أقراص لا أضع فيها إلا إطار واحد حامل للكوس حامل إلى مصطرتين أو سدابتين كل سدابة فيها خمستاش حي ثلاثين معلش لو كانوا ثلاث سدابات ما فيه مشكلة فيه بيت فقد فيه يرقان تلفات كذا كذا نسبة النجاح مثلا ثمانين في المئة سبعين في المئة يعني أكون أخرجت من هذه الملكة في الخلية في التربية حدود من خمسة وعشرين إلى ثلاثين ملكة أما إذا كانت خلية طابقين وبها كثافة نحلية عالية هنا اختلاف الوضع أحط إطارين ويمكنها أن تخدم في حدود ستين ملكة كلما زادت كثافة نحلية زادت الخدمة بهذه الملكات فبالتالي تكون خلية تربية الملكات غنية بالغذاء البروتيني له خبز الناحل غنية بالعسل غنية بالنحل الفتي لعمل الرعاية المنزلية غنية بالكثافة النحلية أيضا خالية من الأمراض قليلة الإصابة بالفروة تتمتع بالسلوك والأداء الجيد أيضا يعني تربية الملكات وتربية الزكور تحتاج مني اهتمام حتى أنتج ملكات جيدة ولا أحتاج ملكة من هنا أو ملكة من هناك أو يأتي شخص يقول عندي ملكة مركتها كذا أو اسمها أسللتها كذا وهي تباع بكذا لا أبدا أبدا كل نحال فيكو إخواني الأفاضل قادر أن ينتج ملكاته بنفسه ممكن الملكات يتم التبادل فيها من خلال النحالين المحترفين تأخذ منه ملكة جيدة هو عنده انتخاب أخذ منه ملكة ورب منها ما في مشكلة أخذ منه ملكة زكور أشتريها شراء ما في مشكلة تبادل معه ملكات ما في مشكلة في سبيل أنه نحسن الوضع طبعا أخواني الأفاضل أنا ربيت ملكات وربيت عندي زكور طيب يا هل طرع أبدأ في التقسيم أو لا طبعا بعض الوصول إلى تربية زكور وإيجاز الزكور في المنحل والبداية في تربية ملكات لابد أنها تكون مبنية أيضا على وجود الكثافة النحلية لأنه هذه الملكات راح تفقس وين أودها أحطها بالشرع لابد أن أكون عارف أن في عندي كثافة نحلية ممكن أقسم ما عندي كثافة نحلية أقسم أكون حضرت الوجبة هاي للاستبدال عندي 30 خلية 40 خلية تحتاج تبديل ملكات أوكي تعتبر هذه الوجبة لتبديل الملكات المتعثرة اللي حكينا عنها في الشتاء أن هي الملكات هذه نزلت الكثافة النحلية وما قدرت أن هي تكمل الشتاء بكثافة جيدة انهارت وصنخناها أن هي خلايا سيئة أو ملكاتها سيئة هذه تكون أول دفعة في التغيير اللي هي دفعة الملكات المتعثرة تبدل مكان الملكات المتعثرة بعد ذلك يكون صار عندك كثافة نحلية أردت أن تقسم أردت أن لا تقسم هذا شيء راجع إليك طبعا أخواني لفضل احنا خطعنا هذا الشوت من تاريخ 10 واحد اللي هو اليوم وصلنا مثلا الآن إلى 30 30 30 شباط 30 شباط 30 شهر 2 ودخلنا في منتصف الشهر الثالث إيش أمامنا طيب في منتصف الشهر الثالث أمامنا موسم الحمضيات من لديه موسم الحمضيات أو من يرغب في دخول موسم الحمضيات بتكون بهذه الطريقة أخي نحال أنت وصلت إلى كثافة نحلية جيدة تؤهلك إلى دخول موسم الحمضيات عندك موسم الحمضيات تقدر تدخل بهذه الخلايا لأنك أنت أوجدت كثافة نحلية أوجدت ملكات غيرت ملكاتك عندك زكورك تغزية موجودة فيها استبدلت أقرص شمعية بنيت الأساس الشمعي فيها بناء بيت التربية جددته أصبح نحلك مستعد طالما وصلت للكثافة نحلية أنت على مفترق طرق أردت أن تدخل موسم الحمضيات خير على خير أردت أن تقسم وتنتظر الموسم الصيفي أيضا خير على خير حسب ما ترتقيه أردت أن تنتج غبار طلع أمامك الطريق أردت أن تنتج غذاء ملكي أيضا أمامك الطريق أردت أن تنتج أي من منتجات خلية النحل أصبحت أنت جاهز ليش؟ لأنه عندك نحل جاهز بدون جهزية النحل لا يمكنك أن تنتج منتجات خلية النحل الأساس في منتجات خلية النحل هو خلية النحل الجيدة والخلية القوية ذات الكثافة العالية جيدة السلوك والأداء وخالية من الأمراض هنا أصبحت أنت لك مطلق الحرية فنحن وجهناك ووصلناك إلى موسم الحمضيات وأنت تكمل المشوار السلام عليكم ورحمة الله الإخوة والأفاضل السادة الأستاذ الأجلاء حياكم الله الكلام فعلا يطول ولو أردنا أن نناقش في تربية الناحل وإدارة المناحل لا يسعنا لا محاضرة ولا اثنين ولا عشرة لذلك نكتفي بهذا القدر إلى هنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت وتمكنت من إيصال له معلومة بسيطة للأخ أنه حال تفيده في تربية النحل وإدارة منحله بالطريقة الصحيحة وإن أخطأت أو نسيت فمن نفسي والشيطان أشكركم جميعا أخوة من الأفاضل كما أشكر السادة الأخوة المضراء والمشرفين وجميع الأخوة هنا لهم كل الشكر والإحترام نعطي أنفسنا فترة بسيطة ويتم الفتح مجال طرح الأسئلة ما لديه سؤال يتفضل ونكون سعداء جدا بتلقي أسئلتكم والنقاش معكم والحوار فيما يخص هذه المرحلة التي نحن فيها من بداية عشر اتنين الفين اتنين وعشرين تحياتي لكم جميعا كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في بلادكم وفي أولادكم وفي نحلكم وفي أولادكم وكل ما تحبون ودوما نتمنى لكم النحل القوي والإنتاج الوفير أخوكم أبو أنس النجار تحياتي لكم جميعا وشكرا اشتركوا في القناة